تسعى مملكة البحرين إلى إطلاق شبكة الجيل الخامس المتقدمة لجالو السادس من الاتصال في جميع أنحاء المملكة وتعد مملكة البحرين من الدول المتقدمة على مستوى العالم في هذا المجال نظير الدعم الذي يحظى به قطاع الاتصالات من قبل مختلف الجهات المعنية لإتاحة اتصال أكثر سرعة وسلاسة وبجودة عالية لجميع المستخدمين في مملكة البحرين تسعى المملكة إلى إطلاق شبكة الجيل الخامس المتقدمة والجيل السادس من الاتصالات إذ سيتم رفع قدرة الشبكة من سرعة 3 جيجابايت في الثانية إلى 10 جيجابايت في الثانية وذلك نظراً لاستخدام الجميع خدمات الاتصالات المتنقلة بشكل يومي كونها أصبحت ضرورة لا غنى عنها وتشكل هذه التقنية من الشبكات الانتقال إلى حقبة جديدة في عالم الاتصالات ما سيكون له الأثر الكبير على جميع القطاعات بداية من الرعاية الصحية والنقل والتعليم وحتى الترفيه كما ستساعد المستهلكين على الاستمتاع بتجربة إلكترونية متكاملة الأركان وغير مسبوقة على شبكة الأنترنت هذا وتميزت مملكة البحرين في تغطية جميع أنحاء المملكة باستخدام الجيل الخامس للاتصالات وهما يؤكد على تميز مستويات الخدمة وتحسنها باستمرار بالإضافة إلى حرصها الدائم على تمكين جميع المستخدمين من اختيار خدمات الاتصالات واستخدامها بثقة وتعد مملكة البحرين من الدول المتقدمة في هذا النطاق ليس فقط على مستوى الخليج إنما على مستوى العالم في سرعات التنزيل والتحميل وزمن الانتقال حيث يدل هذا التطور على نماء خطط وزارة المواصلات والاتصالات ووجود أهداف استراتيجية للنهوض بهذا القطاع الحيوي هذا التقدم الكبير المشهود على أرض الواقع هو ثمارة الجهود المفذولة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات ومشقلي شبكات الاتصالات المتنقلة وجميع الأطراف المعنية في قطاع الاتصالات بمملكة البحرين